لكن انا عايز ترميها على الاهلي بالمنطقة بتاع المنطقة سعاد لي زقها زقها بالعصائي انت بتزقها بالعصائي يا دكتور وليد بس انت ما شرحتش في ناس ما تعرفش عن ايه زقها بالعصائي طب قولها قولها بتاعت العمد اللي قاعد عكيها لا يعني انا كنت في البلد و في كفر الزياد لا يعني جنب كفر الزياد مش هنشيول كله واعدا لا لا ما هي الكفر السلم وابن عبيتي هو يعني وعمدة القري فالغفير ايه قال له زقها زم الناس كله قال له فيه لا فيه جثة لقناها في الترعة ما هو هو لما بيطلع اتضح بقى ان ده لما بيطلع حاجة زكده يقول له زقها تطلع في البلد اللي بعدين ايوه يرمي على اللي بعد بدال ما ادخل في سنديم انا قلت لك البلد دي فضلت بتزقها بالعصائي لحد ما جاهل يطلع الجثة وتحمل المسؤولية وبيحاول صلحها فالدكتور وليد العطار بزقها بالعصائي على الاهل بس هو اللي صلى الاهل جنبه ده يدوب هيحدفها بالنفوق الصور لا يعني هو الفكرة كلها انت مش عايز توجع دماغك يمكن ده لو احسن نظن لكن اللي عادي تتصدى للمسؤولية ما انا بقولك اوه انا على فكرة انت دي في سياق ان البلد دلوقت بتتصدى للمشاكل وتحلها فليها فطورة وتكلفة وتقوى اعباء فلازم نتحملها لان مش هنفضل نزقها بالعصايا للاجيال اللي بعدين كتير طيب الدكتور وليد العطار مع ابراهيم فاية اللوم على الاهلي يا تار الدكتور وليد العطار مع الكابتن شوير في اللوم على الاهلي نشوف هل يعني مثلا لما وصل الجواب للاتحاد اللي كان بارقصه السيد احمد مجاهد ليه ما بعتتوش ليه الاندية او بعت بس عرفت انه كان اجتهاد اعلامي دي دي حلقة مفقودة في الموضوع يا دكتور وليد اعتقد ان كان يعني كان حاجة غير مقصودة او ما اجل ذلك هل على ادارة النادي الاهلي اي لوم في عدم مخاطبة الكاف يا دكتور وليد لا هو النادي الاهلي لازم يخاطب عن طريق الاتحاد المصر او ان الاتحاد لازم يخاطب الاندية فالاندية تخاطب الاتحاد ثم الاتحاد يخاطب الكاف او انا بتكلم صح ولي صح لانه برضو البعض يعني قال انه طبو النادي الاهلي مخاطبش مباشرة ليه اعتقد كلام حضرتك كده بيبين انه مش من حق النادي الاهلي على الاطلاق يعني مضبوط طيب شوفوا التناقض دعوا بين الاهل والابراهيم فاي والكابتن احمد شبهير الاولانية الاهلي مطالب شوف التانية الاهلي مقدارش يطلب الا من خلال التحال اشتركوا في القناة